هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة النجمة صفاء أبو الصعود النجمة أحمد صيام في يوميات صفصف بعدين معاك ليل؟ كده؟ والمعلومة فعلن يبطير كل يوم بحالة ديدة تلقي يوم زي الفواتير أنا صفصف كده النوعب الزيادة جمال ورق أهرمون السعداء خد عيوني بس بس بالهدواء ومتعملش فيها الكبير عاملة في البدء زعاك زي الزحمة في الشارع حلي دال ارتداك بوداني مبهدش السامع عايز طلباتك وبس ومايهمكش النغس وهمت بس هتحس وشوف أي تأدير محسوبة بالدقيقة والثانية وقتنا مع صفصف حاجة تانية وقتنا مع صفصف حاجة تانية محسوبة بالدقيقة والثانية وقتنا مع صفصف حاجة تانية حاجة تانية وقتنا مع صفصف حاجة تانية يوميات صفصف تأليف أحمد الأصبي إخراج دامر شحالة وقتنا مع صفصف حاجة تانية حاجة تانية هلو هلو أيها يا عبد المتجلي لا 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 بلاش كريمة خالص خلي كريم هو اللي يكون مكاني بتقول إيه لا 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 بلاش كريمة كريم هو اللي يرأس الاجتماع ده لا 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 يا عبد المتجلي لا 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 بلاش كريمة كريم هو اللي يترأى يلا باي باي مع السلامة لا 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 بلاش كريمة خلي كريم لا 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 بلاش كريمة خلي كريم إيه هو ده الله العظيم برافو عليك حلوة ما قلت التقليد دي تحرفي تقليد دي عادل أدم بس بقى بس بلا تقليد بلا تمييز طب تقليده عرفناه يطلع إيه بقى التمييز ده التمييز بين الراجل والست واللي انحياز للراجل تقدر تفسرلي ليه كل حاجة في شغلك بتعتمد على كريم مش كريمة بتعتمد على الراجل مش الست اه يعني يعني يمكن يمكن عشان هو الراجل ليه يعني انت عاوز ويتجوز بانتقالتك فعاوز راجل بس عم غريبة اوي ده شغل شغل يا استاذ يعني الراجل زي الست يعني كريم زي كريمة يعني الكفاءة هي المعيار خلاص خلاص بلاها المحاضرة اللي عملت الدهائل دي حقق عليها من بكرة الشغل كله هيبقى على كريمة استريحتي بقى استاذ فت افتح الباب افتح الباب تلاقي كريمة جد لارا مالك يا حبيب مالك بتعياتي اللي يا بنتي ساتر يا طن ساتر بجد حياتي بقت جحيم يا ساتر ليه بتقولي كده بس يا يارا ده انت بنت شطورة وكويسة وكلها سنة وتتخرجي من الجامعة وتشتغلي كمان بابا يا طن مالك بابا بيميز اخوي حسينة عني يا خبر ليه بتقولي كده يا حبيبتي كل طلبات حسين مجابة عكس طلباتي تخيلي يا طن تخيلي ان حسين اخوي اصغر مني وفي سنوي ومع ذلك بياخد مصروف اكتر مني وانا طالبة في الجامعة ياه وعلى علم بقى اني بحب اخوي جدا جدا والله ملوش حق باباكي خالص يعمل كده لا 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 ما تزعليش نفسك يا لارا يا بنت لا لا ما تزعليش نفسك وهشوف يا ابوكي صحيح تخين ومفاجعان وبياكل كدير بس انا هطلع وهكلمه وهقاله ان شاء الله ياريت والله يا حاتم ياريت ياريت توقف المهزلة دي تفسكر يا طن امك الحاتم هيقدر يقنع بابا انه يبطل يميز اخوي حسين عني طبعا حاتم على فكرة عنده قدرة على الاقناع رهيبة جدا ده غير اني ابوكي عزيز ساقبه وبيحبه وبيسمع كلامه بس امك الحاتم اتأخر كتير قوي فوقه عند بابا معليش تلاقي حاتم بيخنع ابوكي واحدة واحدة الله الله يا غيمة نقول مني الارغوشة الجمك دي الله ايوان ايوان اخصى علي الكحات وما تشغلنش يا اخي بجد زعلتيني زعلتيني منك يا عزيز الله ايتيه انا اتسد حينك الله ايناك فيها ولا كنت متكلم عليها حاتت لالوشة لا يا راجل بلا انا وشفاليك طبعا ثانية واحدة الشربة انت حاجت الشربة قدما كده انا يدوب بختف معلقة كده فانا قولت لا يا راجل واق باقولك ايه انت راجل ضلال ايه تنص الفرخة وخناها هتنص الفرخة دي عشانه مفتح مين؟ مادام صفصف والله عال يا حاتم ايه اللي انت بتعماله ده؟ خبيل أروشن، خبيل أروشن بصورة عزيز، خبيها بصورة بخبيها خير يا مادام صفصف في ايه حضرتك؟ والله يا نزع لنا منك قوي قوي يا عزيز واخده على خاطري كمان ليه 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 يا مادام صفصف هو انت كنت انت كنت عزيزتك الارقوشة؟ ارقوشت ايه؟ ارقوشت ايه يا مفجوع منك له؟ ايوه صح انا زعلاني علشان انت بتميز ابنك حسين على بنتك اللارة ايوه صح ايه هو هتسكت انت؟ طي تربويا ده مش كويس تربويا ده ممكن يأثر على علاقتهم ببعض ويكرهوا بعض ودي مش طريقة كويسة للتربية حسين هو الولد يعني ايه الولد؟ ايه يعني 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 الولد يعني هو الولد يعني هو المسؤول عن البيت لو جرى لي حاجة اوه التنشاقة السوية بين الولد والبنت في التربية هو عدم التفرقة في المعاملة بينهم ملاش تمييزي عزيز ملاش تمييز وزيب الأرقوشة اللي في ايدك دي حاضر 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 يا مادام صفصر مش هميز بين أولادي تاني خلاص 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 حقيقي علي الولد زي البنت والبنت زي الولد أعودي بقى أعودي بقى أكولي معنا أنا وحاتم جيخة غريبة هو حاتم راح فين؟ عملها حاتم أخد الأرقوشة وهرب كنتم معه يوميات صفصف النجمة صفاء أبو الصوم أنا واحدة زكية مليون في المية شطرة ورياضية راحة باي بكتير ما بلشي حلوة ها كانت لفقت الأنظار وكعب علي عليكي بجد ومش زار أنا بنكي المعلومات ودمغي تشوى ولفات طب شخل يجيبك يا حل وأنا نقص لي حاجات شخل يجيبك يا حل وأنا عدي عظمات شخل يجيبك يا حل وأنا نقص لي حاجات محسبة بالدقيق أو الثانية وقتنا مع صفصف حاجة ثانية وقتنا مع صفصف حاجة ثانية يوميات صفصف بطولة حلمي فودة مصطفى درويش رانيا فتح الله نجاح حسن عبير مكاوي لؤي سامي ليلى عبدالقادر يوميات صفصف موسيقى وعلحان سيد الشاعر توزيع شريف حندان هندسة صوتية محمد شعبان يوميات صفصف تأليف أحمد القصري إخراج تامر شحادة وقتنا مع صفصف حاجة ثانية هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة